السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوة اخواتي مرحبا بكم معي في فيديو جديد اليوم غادي نعود لكم واحد القصة محزينة بزبزة بزف وللأسف قررت أنني نعودها لكم ونتمنى تعجبكم هي قصة يعني مؤتيرة بزف وحزينة ولكن غادي تعجبكم إن شاء الله بقوا معي حتى التالي وتسمعوا القصة ديال هاد البنيتة هذي هذي واحد البنيتة عندها في عمرها ست سنين مسكينة ما تسموها وخلتها يتيمة خلتها مسكينة عيشة مع اببها وكما كتعرفو الرجل فاش كتموت المرة يعني كيمشي تزوج عو تاني مرة أخرى يعني ما كيطولش ويمشي يكمل حياته نورمال وكأن شيئا لم يكون هاد الشي طبيعي وكنعرفوه وماش يعيب باش يتزوج ماش يعيب ولكن باش يتكرفسوا على البنيتة هي اللي عيب وعار عليهم المهم تتوج لك الرجل جاب مرة تباها المرة ديالو بدتك تتكرفسه على ذيك البنيتة والبنيتة مسكينة يلا فعمرها ست سنين المهم كتخرج ذيك البنيتة مسكينة ما دخلوش بعدها أولا ما دخلوش للمدرسة باش تقرأ البنيتة مسكينة هي اللي كتشقالها في الدار وهي اللي كتدير لها كل شي يعني غير ما مقابلها مرة تباها غيب الغوات وهات الشي اللي كعين ما مهليش فيها والمشكلة جائلة قلت لباها هاش نوقع ليا ولي هاش ندرت ليا ما كيتيق هاش بينتشي غالمرها كتتحلون عليه وتقول له وراح ما بغتش تدير وراح فقصتني وراح أغوتات وراح قلت لها ديري هادي وديري هادي وما بغتش أغوتت عليها وما قلتش بلي راح أضربتها عشت مسكين هذك البنيتة في ذك الوضع هذك ما عندها ما غاد يدير الفقر من جيها وما رات بباها من جيها هورا ما عندها ما تدير هذك ظهرها وذك الشي ما عطاها الله صافي الموين من البنيتة مسكينها شنو غاد تدير شنو ما تديرش نطب حالها بحال ذك الدراري الصغار ديال هادا كتمشي كتبشي للسوق وتبيع الميكا كان واحد السوق كيعمر مرة في الأسبوع هدهم كتبشي لذك السوق وكتبيع الميكا باش تجيب واحد عشرة درهم ولا شيري درهم ولا ذك الشي اللي جاب لها المهار وتجيب مسكينها للدار وتشري واحد الكيلو ديال سردين من ذك الفلوس اللي جمعات وتجيبو باش تعمل مرة بباهم قادي تطيبو لهم ولكن للأسف كتجي كتوصل للدار كتليدي الباب مسدودة عليها كتبقى تضق في الباب تضق في الباب ما كتبغيش مرة بباها تحليها ولا كتكون خرجات ما كيناش والله الله أعلم هذك البنيتها بقات مسكينة هكاك تعقدت في حياتها وحقدت على بباها وحقدت على مرة بباها وتصوروا واحد النهار قتلك كانوا عندهم الضيف غادي جوا باش تشو عندهم مرة بباها كانت وجدت شي كيكا يعني شي كيكا علاقة للحال وصافي الناس ما في حالهم مش الناس غير فقارة وجدت شي كيكا باش أن هزا ما غير يجوه لشي الضيف غادي تحطها لهم معاكز ديالاتي نتقطعت ذيك الكيكا وجدتها في واحد طبيصيل وبقى وشي فرستها كم محروقين لها من التحت خلاتهم في ذيك الطاوى جاءت ذيك البنيتها مسكينة هزات واحد طريف هزات طريف ديال من ذيك المسكوتل ذاك الشي اللي بقى ذاك التالي محروق هزات طريف باش تاكله هي جبد معها ذيك المراتبها جبد معها بسقلة ضربتها بسقلة حتى ظرت مسكينة في بلاسها مشات اللي بيس ديالها كتبكي مشات اللي بيس ما عنداش اللي بيت بجد هجي مهم مشات كتبكي لواحد اللي بيت طهاب ما تبكي 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 biosكينة حتى الدهنط في ديك العشية صافي واش واش صخفات واش الدهنط واش الله أعلم مهم شنوقع لذيك البنيتها مهم الفق سولو بكا و ذاك الشي صافي جاو ديال فقلت لكي جاو ديال فى العشية تعشا وحطت لهم ذاك المرة العشا سولوا في نهية البنيتة في نهية البنيتة ما عدت ما جابت قلت لها راح نعسات راح قلت نعسة على بكاري نعسات صافي جاول الضياف ودرت لهم شي ججا دبحوا شي ججا بلدية كانت عندهم عندهم شوية ديال الججا على بره وذك الشي دبحوا شي جيجا ودرت لهم لاشه وحطت لهم ذيك المسكوتات تعشا ونفرحوا وضحكوا وكل شي وليتي ما مسكينة ما تسوق لها حد راحها مرمية في البيت نعسة بلغطة بلا يدك بلا يخليك شكون ذاها فيها مسكينة صافي مشاو الضياف تعشاو ومشاو في حالتو ندبها قلت ليها سوق لعيايا قلت ليها يا فاطمة قتلوا راح نعسة خليها تناس قتلوا يرام مشين فيه يقا بش تعشا بنت لح حرام هذيك المرة هذيك بواحدة بنت لح حرام منا ماشي غلط هه بش أنها تماشي تعشا المهم خころكم معي مشا عكس فيه يقا فاطمة فاطمة نوضي تعشاي حطت لي هذك الشي اللي عش هذك الشي اللي قسم الله هذك الشي الفرس اللي يبقى وشاطه في الطبصيل حطتهم لها باش أنها التاشة هذي كات عودها ليا البنت فم البنت اللي وقع لها هاد شي هي اللي عودت لي هاد الشي براسها قاتلك عمرين عود ننسى هذك الشي اللي وقع ليا في الصغر قاتلك شامي في حياتي إن ننسى هذك الشي اللي وقع ليا قاتلك حطت لها مرتبة هذك التبصيل حطت لها كاك بارد وذك شي ما سخنت لها محتاج هاجا تطيح PHD تطيح اللي هي تطيح اللي هاتي قتل هذيك ديك الحقرة اللي بقات ليها في القلب ديالها ما قدرتش تصوره قتلك كملت صافي ما مكلتش جوج لقناتو ذاك الشي نادت قتلها مرتبها دوزي تغسلي الممعين البنية صغيرة ما زال ما شافت في البنية والو نايدة من اللبكة نايدة ناعدة في الارض مسكينة ونايدة وهي نايدة تكرفس عليها نادي سغسلي الممعين هي التعشات ومشا تلقاتها الرجل مع الضياف والتمرحات مع رأسها وهي مسكينة موجودة لها البانيو ما كانش حتى لبابو موجودة لها جوج بانيوية في الارض البانيو ديال لغتيل والبانيو ديال تشلال ونضي تغسلي الممعين في الليل واش هادي في قلبها الرحمة واش هادي غادي يكونوا عندها ولداتها وتبغي يدار لها هاد الشي واش تبغي ولداتها يدار لهم هاد الشي اللي يدار لهاد البنية هادي راح شوما وعيب وعار والإنسان خستو يتقى الله وخلها السين نصيري اللي قال عمر الربيب ما يكون حبيب هادي هي ديالتها عمر الربيب ما غا يكون حبيب فعلا ولكن بندم يتقى الله والراجل غير يبغي يتزوج سواء يختار المرأة المناسبة سواء يشوفوا ليدات ديالو فين غادي يردهم ما يخليهم شمع مرات اباهم يعني ما يخليش الراجل لوليدات مع مرات اباهم لأن الراجل كما كتعرفوا كتكون معمية له الباصيرة يعني بكل صراحة الراجل كيعاود يتزوج كتكون معمية له الباصيرة ما كيشوف شنو كيتطرى وشنو كيوقع لوليدات يعني همو غير الحب وذيك الحياة اللي يعيش مع ذيك المرأة هذيك أما الوليدات ما كيكونش كيتسوق لهم يأكلوا اللي يشربوا اللي يتكرفسوا اللي يضربوا ما كيكونش كيتسوق لهم حتى إلا شكوا وبكوا كتقول لهم المرأة ألا را غير كدوب ألا هذيك هذيك المسخوطة هذيك را ما كتسمعش للغضراء را هذيك منفلسة را هذيك كبرات البنيتة درت ذيك 8 سنين ادهخالها باش يربيها شاف البنيتة تكرفسات وتمحنات وكل شي ادها باش أنه يدخلها للمدرسة ويقرها ويربيها مع بناته ذاك الشي اللي دار المهم دار البنيتة عنده للدار ادخلها للمدرسة قرات شوية ديال هكا الابتدائي وصافي المهم واش قرات حد الخامس حد الخامس وقل قتلي قرات صافي وخرجت من القراية وبدأت كتدبر على خديمة هكا في الحومة ديالهم وصافي بس خدم المهم دخلت ذاك البنيتة دبرت على الواحد الخدمات دخلوها في واحد تاليبوتيك باش تخدم دخلت في ذاك التاليبوتيك باش تخدم المهم مرة مرة فينك تمشي تدرب عند اببها ومرة تباها تشوفهم إلا مشت تمشي عندهم مرة في 4 شهر ولا في 5 شهر عاد باش تمشي تشوفهم ولو أنهم ساكنين قرابين يعني من بعضياتهم يعني ماشي بعادين يعني هما في نفس تقريبا يعني هكا واحد جوجة للكيلومت ولا ثلاثة بيناتهم بين دار خوالها وضربها ولكن ما كاتبشيش لضربها حيث اش مرة تباها كاتت تكرفس عليها غي كاتبشي لها وصافي مرة تباها خلاص ولدات وليداتها وصافي هذيك ما بقدش مسوق عليها المهم صافي بقدت حاقدة عليهم البنية تسهل عليها صديق ربي تعرفت على واحد القواريف لك السيبر وتجوجت دارت 17 عام تخطبات دارت 18 عام دار بيها العقد وجابها الفرنسا وعاشت معززة مكرمة ودارت لاباس ولا فعلها صديق ربي ولكن دكشي اللي عاشتهم عامرة تباها ما غديش تنسى طول حياتها ما غديش تنسى لها وكتقولها وتعاودها دازو السنين دازو كبرات البنت وولدات وولداتها وعاشت بخير وعلى خير ما تباها مشات حضرة الجانزة ديالو ولكن ما كانش عند ذاك الحب ديال الاب ما كانش عنده في قلبها نهائيا لأن عمروا ما دفع عليها ولا عمروا حن فيها دكشي عليش بقى تحق دياليه وداز المهم مور دكشي علي تاني وشحال ماتت دك مرة تباها تهيها ماتت ما مشاتش ما حضراتش لازا ما والو ولو أنها كانت لباس عليها البنت يعني كانت عايشة في فرنسا وخدمات ودارت وليدات ورجلها لباس عليه ولكن ما كانش كتصفت الفلوس لواليديها نهائيا ما تفكرهمش وبالعكس كانت كتصفت الفلوس كتصفتهم خالها الخالها اللي رباها ومرت خالها اللي ربتها وحنات فيها وخا ما دارت لهاش كيم ما غادي تدير لها ممهال وكانت عايشها ولكن كتبقى هدوك هما العائلة ديالها الأصليين هو خالها ومرت خالها هما اللي تطلوا فيها وكيف ما كان الحال دخلوها للمدرسة وقرأت شوية وبتعلمت باش تكتب وتقرأ ولو أنها قرأت غير حد الخامس عندها واحد دكا أعطاها سيدة ربي واحد دكا تقرأ وتكتب وتدير اللي بغا تديره أعطاها ربي دكا أعاونها سيدة ربي من عنده لي تنيت من الله مع مماركم تفكروا في العبد يعني الإنسان يتمنى الله يطلب من سيدة ربي أنه والقصة كانت طويلة صراحة كانت طويلة بالزفد لمعاناة عودة ليا ولكن ما بغيتش تطول عليكم الفيديو وباش بنكترش عليكم دك الشي علاش قلت انا نحب صغير هنا يا وبركة المهمة لبنتي اللي عجبكم الفيديو ديالي بارتاجيه مع صحاباتكم وصحابكم واللي ما زال ما مأبونيش معايا يتأبونه وباش يوصلكم ديما الجديد وديما أي حاجة درتها توصلكم وخليوا لياشيكم ومنطيغات يكونوا زوينين كما كان قل لكم ديما ونتمنوا يعني من الناس كاملين اللي عنده شي شي بنت يعني شي تيما يتطلى فيها اللي يعني شي مرمج وجوجة وعندها يتيما ولا يتيم يتطلى فيه ورب اللي غذي يجازيه ماشي لعبد وشكرا للمتابعة